مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم من أجل الكويت حلقتنا اليوم تتناول عن شكل تناغم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غداة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وكانت هي خطوة هامة على مسار التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة حيث ظهر تطابق وجهات النظر فيما يخص الملف الأمني من زاوية الوقوف بحزم في وجه الإرهاب الأعمى وهذا ما يحسب بصراحة إيجابيا للسلطتين في وقت حساس تمر به المنطقة مشاهدين الكرام لتسليط الضوء على هذا التناغم بين السلطتين يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور عبدالله الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الرحب فيك أستاذي معنا في برنامج من أجل الكويت وقبل أن نبدأ مشاهدين الكرام بحوارنا مع ضيفنا في الاستيديو نتابع هذا التقرير ومن ثم نرجع للضيف التفزير الإرهابية الذي استهدف مسجد الإمام الصادق دفع إلى تناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ سارعت الحكومة ومجلس الأمة إلى عقد اجتماع بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول ضمان أمن دولة الكويت واستقرارها هذا التناغم بين السلطتين عنوانه الأبرز اللحمة الوطنية والتعاضد الشعبي والبحث عن نقاط التقاء كثيرة وتفويت الفرصة على السعين إلى ضرب مكونات المجتمع المتماسك الذي يلتحم ويلتف دوما خلف قيادته السياسية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال إن مجلس الأمة واصل عمله في التصدي وبكل مسؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت ثلاثة ثوابت ركز عليها الغانم تتعلق بالوحدة الوطنية كسلاح رئيسي في مواجهة الإرهاب ودعوات الفتنة والفرقة والتشردم والاضطراب الإقليمي وعلى قاعدة لا إفراط ولا تفريط شهد دور العقاد التعاون برلماني حكومي في كل محطاته وتم تغليب المصلحة العامة ضمنه ملف الأمن الوطني حظي على حزمة قوانين وتشريعات أخرى ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية وقانون الكاميرات وجهزة المراقبة الأمنية إضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الإكترونية وقانون جمع السلاح وأخيرا قانون البصمة الوراثية سمو الشيخ جابن مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد أن مجلس الأمة وضع من خلال الإسهامات الفكرية والحوارات المعمقة والمناقشة المستفيدة إطارا ومنهجا وطريقا يحقق به تطلعات الشعب وأكد أن شهداء الكويت سطروا بدمائهم الطاهرة الزكية ملحمة وطنية عظيمة قادها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والذي ألقى خلف ظهره وتجاهل كل الهواجس والاحتياطات الأمنية وظروف الحدث وتداعياته وكافة الاحتمالات والاعتبارات المحيطة وأباء إلا أن يتواجد في موقع الحدث ويكون بين أبنائه ليضرب مثلا في الحكمة والقيادة والأبو والحق هذا التناغم من شأن أن يزيد من تماسك المنظومة الأمنية في البلاد ويضع الحكومة ومجلس الأمة على طريق التوافق لمكافحة الإرهاب أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامجكم من أجزل الكويت ونرحب مرة أخرى معنا بالدكتور ونرحب فيك دكتور مرة ثانية وودنا نسألك عن كيف تنظر لتناغم السلطتين سواء كانت التشريعية وتنفيذية مباشرة بعد حدوث هذا الحادث الإرهابي لدولتنا الحبيب الكويت بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهم تبع الصاني ودين في البداية نهنيكم بشهر رمضان مبارك وما تبغى به وبنفس الوقت نعزي أهل الكويت أيضا بالمصاب الأليم الذي أصاب كل أهل الكويت وليس فيها دون أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج من هذه الأزمة بتعاضد أعظم وأقوى وأكبر مما يعني يخيب الظن بإذن الله تعالى من يريد بالكويت الشر وإن شاء الله ينقلب الأمر رأسا على عقبه هو بإذن الله تعالى فيما يتعلق بقضية التصرف والعلاقة التي نتجت في الأيام الأخيرة هذا أمر طبيعي يعني عندما يتم استهداف الكويت بعملية رهابية فإن المراد ليس سلطة دون أخرى يعني المرهابي لما جاء بهذا العمل لم يكن يريد أن يضرب سلطة ضد سلطة أخرى وإنما كان يريد أن يضرب كل الأطياف داخل المجتمع الكويتي سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها من هذه الأمور وبالتالي إحنا عندنا أمام خيارين إما أن نستجيب له وندخل في حالة من الفوضى في صدامات سواء صدام على مستوى السلطات أو مستوى الأطياف الشعبية وبالتالي يتتحقق الفوضى وهذا ما يريده طبعا الأعداء وأما أن نكسر رؤيته وأن نتعاضد ونعالج الإشكالية بشكل حكيم وبروية حقيقة حتى نستطيع أن نرسل رسالة واضحة بأن الهدف الذي أردت أن تحققه أيها الإرهابي أو أيها التنظيم الإرهابي طبعا كما أعلن أن داعش وراء هذا التنظيم الإرهابي قد خابه وبالتالي نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة بشكل أقوى ونعطي رسالة يعني معاكسة لما كان يتمناه هذا الأمر وأنا أحب أن أبين أن توجه هذا العمل الإرهابي إلى الكويت ربما لم يكن ليتم لو لا أنه قد تم التضييق عليه أيضا في المملكة العربية السعودية بسبب الإجراءات الشديدة فبحث عن مكان آخر فكان لديه فرصة في الدخول إلى الكويت ولكن لم يحقق المرادة كما سمعنا أن هناك أكثر من هدف كان الأرهابيين يسعون لتحقيقه يعني أكثر من مسجد ولكنه بسبب الإجراءات الأمنية لم يستطعون إلا على مسجد واحد وهذا أيضا والحمد من فضل الله سبحانه وتعالى لم تتسع الأزمة أكثر مما كانت فبالتالي نقول أن التعاضد الذي حدث بين السلطتين هو تعاضد طبيعي لأن العدو مشترك وهذا الأمر يتوجب أن يعطي رسالة أيضا لكل الشعب الكويتي أن العدو مشترك لكل الأطياف العدو اليوم ربما يضرب في مسجد استهدافة لطائفة معينة لكنه لا يستبعد أيضا أن يتجه ليضرب مسجد آخر للطائفة الأخرى فبالتالي هو لا يفرق عنده بين هذه الطائفة أو تلك الطائفة ولكن يريد أن يبحث عن منفذ لإحداث نوع من الانشقاق فاستهدف هذه الطائفة لأنه أيضا عنده بعد أيدلوجي لديه بعد أيدلوجي وفكرة أيدلوجية يريد أن يرسخها من خلال استهداف هذه الأماكن دكتور بعد حادث التفجير الأليم الذي حدث لدولتنا الحبيبة لكويت كان الملف الأمني يتصدر رقم واحد سواء كان على أجندة الحكومة أو لمجلس الأمة ما هي دلالة ذلك أو ما هي الخطوات التي تم اتخاذها أيضا؟ بالتأكيد قضية الملف الأمني دائما كانت في السابق محل شكوك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب الأزمات السياسية التي حدثت في الماضي ويترتبت على هذه الأزمات السياسية أن يكون هناك حالة من عدم الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الماضية يعني منذ خاصة من 2010 و11 إلى المجلس الفصل التشريعي الرابع عشر خلال هذه الفترة من 2011 إلى 2016 إذا نريد أن نحدد في السنوات كانت هناك أزمات سياسية بالكويت انعكست على قضية الثورات العربية ومطالبات بزيادة الحريات وبالتالي كان ينظر إلى أي عمل أمني داخل الكويت على أنه يستهدف الحريات هذا الذي كان يحدث في تلك الفترة وبالتالي كانت هناك ردود أفعال سلبية حتى وصل الأمر إنه لو كانت هناك كاميرا واحدة مثل ما كان يقال في منطقة ما تسمى بساحة العلم كان هناك هجوم وتشكك بأن هذه الكاميرا تستهدف التنصط ويعني العمل على مراقبة التصريحات وحرية الرأي لكن اليوم لما ازدادت العملية الإرهابية وأصبحت الكويت في بؤرة هذا الإرهاب بل وتضررت تضررا مباشرا أصبحت العملية الآن ليست قضية خلافية أصبحت قضية إجماعة أن هذا التراخ الأمني أو هذه الإشكالية الأمنية أو الملف الأمني الذي كان فيه نوع من التراخي بسبب الصراع أصبح اليوم واجب التركيز عليه ليست القضية الآن قضية سياسية بل أصبحت قضية أمنية والقضية الأمنية هي رأس القضايا لا يوجد دولة في العالم إلا وتقدم القضية الأمنية على كل القضايا الأخرى وهذا ما تم حقيقة في كل الأحداث الإرهابية التي صارت في العالم بما فيها الولايات المتحدة بما فيها بريطانيا كلهم تكلموا عن أن القضية الأمنية لها الأولوية حتى ولا كانت في هذا الأمر التضييق على بعض الحريات لكن التضييق على بعض الحريات من الناحية القانونية أفضل من أن يكون هناك فلتان في الحريات ينتج عن هذا الفلتان في النهاية إلى تصادمات شعبية خاصة أن الأمن هو رقم واحد للدولة بعد الأمن يكون ازدهار لجميع الجوانب الأخرى سواء كانت اقتصادية اجتماعية سياسية وغيرها طبعا خلال السنتين الماضيتين كان هناك تقريبا أكثر من خمسين إنجاز تشريعي لسلطتين كيف انعكس هذا برأيك على تعاملها أيضا مع الحادث الإرهابي؟ هذا صحيح وجدنا في الدور الأخير دور العقاد الأخير دور العقاد الأخير واللي قبله يعني دور العقاد الثالث والثاني من الفصل التشريع الرابع أن هناك نوع من التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب أن ندرك هنا أن هذا التناغم هو تناغم يجب أن يكون قائما على طوال المسيرة لأن كثير من أحيان لما نتكلم عن السلطتين التنفيذية وتشريعية وكأنهما سلطتين منفصلتين عند بعض تماما وهذا غير صحيح فكل سلطتين لها دور في حق السلطة الأخرى مثال على ذلك يعني صحيح أننا نتكلم عن أن السلطة التشريعية تقوم بعمل السن القوانين ولكن أيضا سلطة التنفيذية تستطيع أن تقدم مشروع بقانون إلى السلطة التنفيذية وتشارك معها في عملية التصويت وبالتالي هناك تناغم بينهما في عملية التشريع كذلك هناك دور للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية وهذا الدور أيضا فيه من المحاسبة والرقابة وما إلى ذلك ويدخل في أيضا جزء منه كدور من السلطة الغضائية يعني عملية المحاسبة فهناك يعني مثل ما نقول كل متكامل فلا يجب أن نفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والغضايا كلهم يمثلون ما نسميه بالحكومة نحن طبعا لما نتكلم في الدواوين أو غيرها نتكلم عن حكومة يقصد فيها مجلس الوزراء ولكن حقيقة الحكومة بمقصودها الأكاديمي ومقصودها العلمي تشمل السلطات الثلاثة وتعاونها وتكاتفها فهناك مرونة وتبادل في المسئوليات أو تعاون في المسئوليات في الأحرى بالتالي هذا ما وجدناه في الفترة الأخيرة بعدما انخفضت قضية الصراعات السياسية وبدأت عملية التوافق بين السلطتين وجدنا هذا العكس على إقرار هذه القوانين التي أشرتها بل ليست إقرار القوانين بل كانت هناك الكثير من المعاهدات التي تم تأجيل البت فيها والكويت قد قامت بالتوقيع عليها وإذا لم تخني الذاكرة كان هناك أكثر من 90 معادة تم التوقيع عليها بدون العقاد الماضي وتمريرها وهذا الأمر ما كان يتم لولا التوافق الموجود الذي تم في السنتين الأخيرتين واتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا التوافق في السنوات القادمة بإذن الله تعالى يعني في النهاية اختلاف الرأي لا يفسد الودة قضية التعاون سواء كان في اختلاف الأراء لكن في النتاج يكون هناك في مشاريع مثمرة تعتمد حق الكويت يعني دكتور عبد الله أنا حبيت أني أتكلم معاك على موضوع نزول الكبار رجالات الدولة وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد الله يطول عمره ويحفظه إلى موقع الحادث بعدها بفترة بسيطة جدا شون أثرت هذا الموقف هذا على المجتمع والمواطنين كافة في يومها نعم بالطبع كان الأمر مفاجئ في بدايته أن يأتي رأس الدولة وبلا حماية كاملة وبشكل يعني عفوي ويدخل ولا يخشى من وجود أعين تراقب المكان بعد عملية التفجير لأن الأمر طبيعي أن عملية تفجير بعض الأحيان يهرب المفجر يعني المفجر بعد ما يتم يهربون المنسقين وبعض الأحيان يراقبون الوضع يعتمد الأمر على حسب التكتيك لكن أنا أقول صحيح أن الأمير حفظه الله سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جاء بلا حماية للإطلاع وإنعكاس ليعكس أيضا الروح الأبوية العميقة التي يحملها لكن هذا أيضا يعكس شجاعة كبيرة جدا في مواجهة مثل هذه الأزمة وأن القضية ليست قضية فقط أن تعمل الجهات الأمنية على مواجهتها بل له هو دور اليوم سياسي عندما أتى قدومه إلى المنطقة التي حدث في التفجير هو ليس فقط دور أبوي وإنما أيضا دور سياسي أن العملية أثرت عليه نفسيا وجاء ليثبت الناس في هذه اللحظة من الزمن اللي ربما سوف تثير فيه الكثير من الشائعات خاصة مع بداية الأزمات أو بزاية الأزمة تثور كثير من الشائعات حضوره بحد ذاته إلى هذا موقع ماذا فعل؟ أزال الشائعات وأخذ الناس تتكلمون في حضوره صحيح قضى على قضية الشائعات من وراه ومن كذا؟ لا إلى جانب كلمته أيضا هذا العيالي يعني هذه أكبر كلمة تبين أنه ما في فرق بين الطوائف أنتوا كلكم كويتين صحيح هذا الكلام كانت لها تأثير في الوحدة الوطنية هذا اللي أنا بأكده أن حضوره نقل الصورة من الشائعات إلى الحديث عن حدث حضوره بحد ذاته وبالتالي هذا الأمر والله الحمد هدأ كثير من النفوس وجعل الناس تتكاتف مع بعض البعض ثم بعد ذلك مثل ما شفنا يات بقية القيادات الأمنية والقيادات البرلمانية وغيرها إلى منطقة لاحقا أيضا لو ننتقل إلى فترة العزاء عندما تقدم أعضاء السلطتين أيضا في تقديم واجب العزاء في المسجد الكبير ما كانت هذه يعني شنه الرسالة اللي يحبون يقدمونها للمرضى الإرهابيين طبعا رسالة واضحة جدا قضية العزاء أن الذين يعني تعرضوا لهذا المصاب العظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويصبر أهالهم أن هذا المصاب ليس مصاب الأهالي فقط وإنما مصاب أهل الكويت بكل الأطياف ومن يمثل الكويت في هذه اللحظة كان سمو الأمير من يمثل الكويت كان ولي الأهد من يمثل الكويت كان أعضاء مجلس الأمة ابتداء من رئيس البرلمان إلى بقية أعضاء مجلس الأمة فحضورهم جميعا في هذه اللحظة فيه رسالة أولى أن المصاب للجميع وليس فقط مصاب حوائل التي يعني يدهبوا ضحايا للتفجير أن هناك تكاتف شعبي كامل خلف سمو الأمير في هذه القضية وخلف المصابين الأمر الثالث هي رسالة للعالم بأن ما تم استهدافه في الكويت لم يتحق من خلف ما كان يراد له من شق الصف واللحمة الكويتية بل للعكس صار هناك نوع من التكاتف كأن الانفجار هذا جعل الشعب يلتصق أكثر وأكثر إذا كانوا متفرقين فالانفجار عادة ماذا يفعل يعني يحدث أن إذا حدث الناس يهربون ماذا يحدث عندنا العكس لما حدث الانفجار كأنه حدث بالأطراف والناس تجمعوا مع بعضهم البعض كأنه وهذا ما وجدنا يعني أنا أريد أن أقولها دائما أن معدن الكويتي أصيل يعني لو اختلفنا بالرأي لكن الضل هذا كويت لنا كلنا وتزعلنا كلنا أيضا يعني الحكومة أدرجت ضحايا بشهداء الكويت ونسأل لهم إن شاء الله شهداءنا الأبرار كيف تقرأ تعامل الدولة مع شهداء الحادث وأيضا مع أسرهم هذا بالتأكيد جزء من إبرار الدولة لأبنائها وأنهم لم يختلفوا عن من تعرضوا ليد الغدر أيام الغزو العراقي فكما حدث في أزمة في الغزو العراقي أن كثير من أبناء الكويت ذهبوا غدرا على أيدي النظام الصدامي البعثي البائد فإن هؤلاء أيضا ليسوا بأقل مكان منهم بأنهم ذهبوا أيضا غدرا على أيدي إرهابيين بالسابق ذهبوا على أيدي نظام إرهابي واليوم ذهبوا نتيجة تنظيم إرهابي فالقضية واحدة لم تختلف هنا أو هناك الإرهاب هو الإرهاب وإن اختلف في المسمى هذا نظام وهذا تنظيم والقضية أيضا أنها كانت يد غادرة هنا وهناك وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم التعامل معهم على قدم المساواة في الحالتين نسأل لهم الرحمة شهدان الأبرار ويسكنهم في سيحة جناتها طبعا دكتور نحن كنا نتكلم عن ثوابة الوحدة الوطنية نعم بعد الحادث كان هناك شكل كبير منظور كبير للتلاحم والوحدة الوطنية بيننا كلنا سواء كان بالكلمة بالفعل بوسائل التواصل الاجتماعي كيف نستثمر ما حدث من وحدة وتلاحم في وقت الأزمة للمجتمع لخطوة بعدها هذا اللي كنا نحن دائما نتكلم عنه في السابق أنه عندما كان يحدث ما يسمى بالربيع العربي وليس بربيع العربي وإنما ثورات ودماء حقيقة وحتى مخريف بعد ما نقدر نسمي هو ليس بربيع إن كان ربيعا فهو ربيعا لأعدائنا نسأل الله لا يوفقهم في أهدافهم لكن نقول هذا الذي كان يحدث في السابق أن الأزمات أن المنطقة كلها تعاني من درجة من الاحتقان احتقان وليس الاحتقان الانفجار هناك انفجارات صارت في المنطقة وأخذوا كلهم يعانون الآن الذي حدث في هذه الدول عندما سقطت الانظمة ماذا حدث؟ أصبح هناك تقاتل إن لم يكن تقاتل قبلي تقاتل طائفي إن لم يكن تقاتل طائفي أصبح تقاتل عرقي فالعدو يركز على قضية التمايز التمايز في المجتمع ويضرب هذا التمايز إن كان التمايز طائفي سيركز على العمل الطائفي وإن كان تمايز عرقي سيضرب على العرقي وإن كان تمايز آخر قبلي سيضرب على القضية القبلية وبالتالي هو يبحث عن هذا الأمر نحن في هذا المجتمع الكويتي نقول دائما نقول حق أبنائنا الطلاب أن لا تظن أن في مجتمع واحد ليس فيه تمايز التمايز موجود مهما بلقت عملية التوافق حتى ولو افترضنا أن هناك انسجام تام في دولة ما وهذا نوع من الخيار هي من قبيلة واحدة فسيكون بينها تمايز على أساس الأفخاذ وسيأت الأعداء ليضربون هذا التمايز بين الأفخاذ إذا كان فخذا واحد سيأتون ويضربون على التمايز بين العوائل هذا الذي يفعله الأدو الأدو لا يبحث عن قضية وجود تناغم لا يبحث عن وجود التمايز على مفهوم فرق تسد نعم هذا الذي يريده ولذلك نحن في المجتمع الكويتي يجب أن ننتبه أننا نعيشون مع بعض أردنا هذا أما أردنا هذا ونحن نعيشون مع بعض منذ مئات السنوات مئات السنوات فبالتالي إذا لم يكن هذا الميراث من التعايش كفيل بحفظ اللحمة الكويتية طوال المدة اللي ما أضيناها في أعتقد هذا معناة إحنا كنا نعيش على يعني مثل ما نقول على واقع كاذب لكن الواقع اللي تركه ترسخه خلال السنوات الماضية بين ميراثنا بالغزو العراقي ومن قبل الغزو الغزو أنه هناك لحمة يجب أن تستثمر مرة ثانية لكن ليش إحنا دائما لا نستثمر هذه اللحمة إلا بالأزمات لازم تينا أزمة عشان يصير عندنا تلاخل هذا هو سؤال اللي بسألك يا ليش دائما لما يصير الموقف نكون على يد وحده ومن ثم بعدها نبتدي نرد نتجادل في أمور أحس أنها مو لمصلحة الشعب أصلا هذا اللي إحنا دائما هذا بسبب مسياننا إن الشعب الكويتي شعب ينسى بسرعة ولا يدرك أنه مستهدف ونبين نقطة مهمة جداً أن طوال تاريخنا كان العدو يستهدفنا من الخارج يعني من أيام حرب الرقة اللي صارت في بدايات نشأة الكويت والعدو يستهدفنا ولكن كان التكاتف الكويتي هو الذي يصد هذا الأمر لذلك مهما حاول العدو أن يأتيك من الخارج لن يستطيع علينا فماذا فعل؟ أتىك من الداخل ويريد أن يضرب الداخل كانت هذه القضية من خلال ما شفناها للأسف الشديد والحمد لله أن الله يعني أبعد أمرها هي الصراعات السياسية اللي صارت في خضم ما يسمى بالثورات العربية من المظاهرات وما إلى ذلك ونحن قلنا نحذر أن هذه المظاهرات وهذه الصدامة تصير إنما تخدم العدو لأنه قاعد يشوف عملية الصدام الداخلية بدأت تصير فلا تعطونا مجال يمكن حل هذه الأزمات بلا صدامات بلا صراعات اعمل على حلها بالأسلوب المتاحلك أنت مو ممنوع من حرية الرأي مو ممنوع من حرية انتقاد ولست ممنوع في وسائل الإعلام كلها متاحلك اعمل على استغلالها بحيث أن أنت تحلها دون الصدامات وأيضا سياسة تقبل الآخر يعني إحنا الناس منفتحين ونسافر بره ونتعامل مع كل الناس ما ندري ملتهم ولا طائفتهم ولا غيرهم وما يكون معنا إلا إحترام الشخص لشخصه فليش لما نكون فيه داخل الكويت نحاول أن نقسم بعض هذه الأشكالية يعني إحنا نحتاج أن نرجع وننظر إلى طبيعة الثقاف السياسية التي نعيشها ربما إحنا صار عندنا انقلاب فكري في الثقاف السياسية ربما ثقافة يعني خلنا خمسين سنة وراء نعم قد يكون هناك خلاف وسراعات موجودة في الكويت في ذلك الوقت لكن ما كانت تصل إلى المرحلة التي وصلنا فيها اليوم نعم وهذا يدل على أننا لابد أن نعيد ونعمق دراستنا للثقافة السياسية الكويتية ليش تغيرت ليش أخذت هذا المنظر طبعا بالتأكيد التأثيرات الخارجية كان لها دور كبير جدا لكن إحنا يجب أن نضع من البرامج ما تعيد ثقافتنا السياسية إلى ما كانت عليه بالسابق من التوائم والتلاحم حتى رغم اختلاف وجهات النظر هذا اللي نتمنى ولا نعتقد حقيقة أن سبب تغير الثقافة السياسية هو دخول قضايا التحزب وقضايا التيارات السياسية المختلفة اللي أثرت علينا هذا الأمر ما كان موجود قبل خمسين ستين سنة اليوم أصبح هذا موجود وأنا دائما نصح أن المجتمع الكويتي يجب أن يعمل بعيدا عن التحزبات السياسية لأن التحزبات السياسية لن تأتي إلا بصراعات بين مصالح هذه التحزبات ويكون الثمن في نهاية المجتمع الكويتي إحنا نريد أن نعمل لصالح البلد كلها ولسه أنت بحاجة أنك تتحزب عشان تعمل لصالح البلد اعمل لصالح البلد وانظر للجميع على قدر مسوى دون تحزب لتيار دور آخر هذا اللي نتمنى ونطالب فيه حتى نستطيع في نهاية المطاف أن نعمل مع بعض على أساس الثقة وليس على أساس التوجس والله دكتور عبدالله الغانم الحديث معك لا يمل والأسف وصلنا للوقت لم تكن كالسيف نشكرك أستاذ عبدالله الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والذي نورتنا في برنامج من أجل الكويت ونشكركم مشاهدين الكرام على متابعتكم لبرنامج من أجل الكويت وهذا البرنامج لكم أنتم دعونا نضع دائما الكويت النصب أعيننا وفي قلبنا تقبلوا تحياتي وتحيات طريق العمل على أمل إن شاء الله أني أشككم في حلقة قادمة إن شاء الله مع السلامة شكرا للمشاهدة